أهلاً بحضراتكم في الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة من المجري حشيش بكين حسمعنا جمهور بيقول لسه فاكر محمد حشيش أنت لو عايز تواجي بقى كلمة للجمهور دول هتقول لهم إيه أحسن حاجة طلعت بيها من النادي الأهلي هي حب الناس وبفرح قوي لما لاقي واحد يقابلني وقفني يقول لي كابتن فلان آه أنت كنت كذا وأنا كنت متابعك وانت راجل على خلق وعملت مع النادي مواقف كتيرة كويسة وانت يعني ما تفتكرش يعني بص السعادة اللي في الدنيا هي دي كابتن مصطفى يعني هي دي أهم حاجة صراحة طيب زي ما الجمهور دا لك حقك الجمهور عاوز حقه منك تمام واحنا الجمهور بيسأل ويضيف بيجاوب تمام تعال شوف الجمهور هيسأل حشيش في إيه ونرجع نجاوب على كل أسئلك مفضل إيه اللي خلاها تجربته في تونس ما استمرتش الوقت تجرب ليه تونس ما استمرتش الوقت يعني أنا لعبت سنتين وبعدين حسيت بقى أن أنا يعني يعني تعبت برضو من الغربة شوية احنا دايما بنحن إن احنا نبقى يعني نرجع لبلدنا وبعدين السن برضو بقى يعني خلاص بقى كبر شوية لا لا وقتها وقتها طبعا 31 لا لا 31 32 قلت كفاء كده مسلمين حلوين بقى وأرجع يعني اللي بعده أكتر مباراة لعبتها في النهاية مع الناد الأهلي ومش قادر تنساها ماتش اللي قلت عليه بتاع اللي كان صعب قوي بتاع مردي الجزائري دي في طولة إفريقيا ونهائي كاس مصر اللي كان مع المصر اللي كسبناه يعني علاقة مايهوب جاب جون في آخر دياء أربعة وتمانين أربعة وتمانين ده برضو كان يعني خلاص البطولة وصلت لغاية الجمرق فبور سعيد ورجعت طيب اللي بعده مين أول واحد اكتشفك في نادي الأهلي؟ يالله يا عامل طبعا أول واحد عملت معاه هو كابتن سايس كابتن سايس محمود سايس الله رحمه اللي بعده ايه اللي كان عايز يحققه ومحققوش او ايه اللي كان نفسه يعمله ومعملوش بعد الاعتزال اه كان قمنات حياته وكان نفسه ان انا نكمل في النادي الأهلي تختم في النادي الأهلي اه يعني اكمل الفترة الكبيرة لان انا قعدت ألعب من سبعة وتمانين لغاية تلاتة وتسعين ست سنين كان أولى بيهم ان انا نلعب في النادي الأهلي لأنه كنت يعني الفترة اللي مشيت فيها كنت وصل لمستوى عالي اوه كان هيكمل بقى يعني زعلان انت ما نهيتش طبعا ما كملتش ونهيت في النادي الأهلي اللي بعده اني اكثر مهاجم كان بيتعبك اوه كتير كتير طبعا كان فيه يعني كان فيه كوارشي طبعا في الزمالك كان طبعا يعني قوي جدا ما كانش بيقع يعني بتضرب ما بيقعش بياخد اللي قدام بياخد اللي قدام وروح معها بقى فيح فده من كان من يعني اجمد بصراحة العيبة المصرية اه العيبة المصرية كان والله كابت المصطفى كان في كل حتة لعيبة كويسة المحلة كان فيها المشائي مثلا الرس حربة اوه اوه الولمبي كان فيه كاس الكاس يعني كان فيه كان فيه لعيبة كتيرة في حت كتيرة طب اخر حاجة بقى اللي بعده مين شابعك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي مين اللي طلع بيقول انا محمد حشيش اه انت شايف المهمة ناظرك انت اه فيه ولد اسمه اه عمر عبدين عمر عبدين اه ده لعيب كويس اه انت متابع الناشئين في النادي الاهلي اه طبعا طبعا اه متابع الناشئين ومن خلال كمان شغلي يعني عارف انت شايف ان فيه ناشئين طلعين كتير قوي فيه القطاع فيه ناس كويسة وحتة كمان اللي اتعاملت الجدية بتاع الاعارات دي اللي هتطلعوا لعيبة وهي صغيرة هي دي اهم حاجة اه طيب احنا كده خلصنا شو بقى سئلتنا سهل ازاي اه وفيش يعني خالص لا شاك الدبوس بس كده تيك